بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معكم الأستاذ زكي الشعلة في حل اختبار رياضيات أول متوسط الفصل الدراسي الأول نموذج رقم 2 طبعا هذا النموذج الثاني علشان نحل الاختبار طبعا يمكنكم طلب طبعا نماذج الاختبار عن طريق التواصل بالواتساب 059029713 طيب ناخد الآن طريقة الأسئلة في اختبار أول متوسط الفصل الدراسي الأول قال لنا في سؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة مما يلي ثم ضلل في ورقة الإجابة المرفقة قال لنا تحرك معظم العصافير الطنانة تحرك معظم العصافير الطنانة جنحتها خمسين مرة في الثانية فكم مرة في الدقيقة نعرف أن الدقيقة يحرك الأسفر الطنانة جناحية عادة الدقيقة كم ثانية نلاحظ أنها بالستين ثانية إذن نروح نضرب فقط خمسين ضرب ستين الجواب بيصير عندنا نزل صفرين وبعدين نضرب خمسة في ستين الإجابة ثلاثين إذن الإجابة تكون ثلاثة آلاف مرة نعبر عن أربعة ضرب أربعة ضرب أربعة بيصيقة أسية نلاحظ أن هنا مكرر ثلاث مرات إذن تكون أربعة أس ثلاثة تكون الإجابة إذن فقرة ألف ما هو ناتج اثنين ضرب سبعة زايد أربعة عشر قسمة سبعة هنا أولا أبدأ عملية الضرب وعملية القسمة إذن اثنين ضرب سبعة الجواب أربعة عشر زايد بعدين أربعة عشر قسمة سبعة الجواب اثنين إذن أربعة عشر زايد اثنين الجواب ستة عشر إذن تكون الإجابة فقرة ألف السؤال الرابع الفقر أربعة ثلاثة أعداد متتالية محصورة بين واحد وتسعة ناتج ضربها يساوي مئة وعشرين هي من؟ هنا ما هي ثلاثة الأعداد؟ أروح أجرب طبعا بالتجريب محصورة ما بين كلهم لاحظوا أن هذا العدد غير محصور فقر أدال ملغي وإنما محصور بين اثنين وثلاثة إذن دعنا نجرب لو لاحظنا هنا أربعة ضربناها بخمسة وبعدين الخمسة ضربناها بستة الجواب بصلنا مئة وعشرين إذن تكون الإجابة فقر جين عدد ازداد بمقدار ثمانية تكتب بالصورة إذن هذه صورة لفظية فنكتبها على هذه الطريقة عين زائد ثمانية الحل الذهني للمعادلة صاد ناقص خمسة يساوي عشرين إذن هنا أزيد أو فقط أحل المعادلة وهنا أزيد خمسة إذن قيمة صاد يساوي قيمة خمسة وعشرين إذن قيمة صاد خمسة وعشرين إجابة فقر أبه رقم ستة في المسألة التالية رقم سبعة الآن حل المسألة سبعة ما هي الخاصية المستخدمة عند كتابة ستة ضرب ثمانية يساوي ثمانية ضرب ستة ما هي الخاصية؟ الخاصية هي خاصية الإبدال تكون إجابة فقر ألف تكتب خسارة سبعة ريالات كعدد صحيح على الشكل إذن خسارة إذن نصر سالب سبعة إذن الإجابة تكون فقر أجين سالب ستة زائد ستة يعني هنا معناها قيمة مطلقة يطلع علينا موجب وهنا زائد ستة إذن ستة زائد ستة الجواب يصير إثنى عشر إذن الإجابة تكون فقر أجين تكتب الأعداد ثلاثة سالب أربعة وواحد سالب أثنين تصاعديا بالطريقة التصاعديا يعني من الصغير الكبير لو لاحظنا الإجابات تكون الإجابة فقر أجين سالب أربعة أصغر من سالب أثنين أصغر من واحد وأصغر أيضا من ثلاثة وهكذا هذه بالنسبة إلى الورقة الأولى نروح إلى الورقة الثانية ناتج العملية سالب خمسة زائد موجب سبعة ما هو الجواب؟ هنا لا بد أن الطالب يعرف هذه المهارات الحسابية فبيطلع علينا الجواب موجب أثنين هنا عشر ناقص ناقص أثنين حول عملية الطرح لعملية جمع المعكوس يعني معناها عشر زائد أثنين الجواب بصير إثناش إذن تكون الإجابة فقر أبهم ناتج العملية التالية عملية الضرب أروح نضرب سالب خمسة ضرب أربعة الجواب بصير سالب عشرين إذن هنا الإجابة سالب عشرين السؤال اللي بعده سؤال أرباطعش أقل من الارتفاع بعشرين سانتيمتر يساوي خمسين إذن تكتب المعادلة إذن أقل بعشرين بساولين لخمسين إذن تكون الإجابة فقر أجين حل المعادلة التالية على شأن أحل هذه المعادلة أجيب عكس الثلاثة عكس موجب ثلاثة وهو عكسه ويصير سالب ثلاثة وهنا أيضا سالب ثلاثة إذن نجمع بعدين سالب ثلاثة وسالب خمسة الجواب سالب ثمانية إذن الإجابة فقر أدال حل المعادلة التالية أربعة سين ساوي ستة عشر هروح أقسم فقط على أربعة إذن قيمة سين ستة عشر قسم أربعة الجواب أربعة إذن الإجابة تكون فقر أجين سؤال سبعة عشر وثمانة عشر وثمانة عشر بعض من الاختيارات محيط مستطيل طوله اثنى عشر سانتي متر وقال لنا وأرضه ثمانية ما هو محيطه إذن اثنى عشر سانتي إذن محيط مستطيل نروح نضرب اثنين ضرب مجموع العددين نجمع اثنى عشر زاعة ثمانية اثنى عشر زاعة ثمانية الجواب عشرين إذن اثنين ضرب عشرين الجواب بصير أربعين إذن تكون الإجابة فقر أبا رقم ثمنطعش إذا كان عدد الكرات البيضاء ستة والحمراء أحد عشر فإن نسبة الكرات البيضاء إلى الكرة إلى كل الكوار هي بس هنا فقط نجمعهم الآن قال لنا ستة مجموحهم يكمل الآن ستة زاعد أحد عشر الجواب يصي لنا سبعة عشر قال لنا يبغى نسبة كرة البيضاء إذا نصير ستة عليه سبعة عشر تكون الإجابة فقر أبا حل التناسب التالي علشان أحل هذا التناسب هنا طبعا فيه تناسب كسر على ستة أروح بس أضرب الوسطين وهنا أيضا فيه اثنين أضرب الوسطين بالطرفين نقول إذن اثنين سين ويصيب لنا خمسة ضرب ستة أقسم على اثنين إذن يصيب لنا ثلاثين قسم اثنين الجواب كم صار خمستاش الإجابة فقر أبا ويش فقر ألم في فقر أشرين قال لنا أدى للممثلة معادلتها بيانيا بالخط المستقيم على المستوي في الشكل المجاور ما هو نلاحظ أن هذا بالاتجاه يكون صاد يساوسين ناقص أربعة لأن ناخد نقطتين ونعوض عنهم نلاحظ أنهم يحققوا نقطة أو نقطتين نعوض عنها في المعادلة نلاحظ أنها تحقق فقرة دا ضع ألم الصحة أمام العبارة التالية أو وخطأ أمام العبارة الخاطئة هنا من حلوة بطريقة سريعة لشان لا يصير الفيديو طويل مكعب العدد الثنين يساوي ستة طبعاً الإجابة غير صحيحة تكون الإجابة في هذه المسألة في هذه المسألة تكون الإجابة خطأ إذن هنا خطأ المسألة عفواً إذن يصير السؤال الأول إذن خطأ ما يكون مكعب مكعب الاثنين عبارة عن ثمانية لأن اثنين والثلاثة عبارة عن اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين الجواب ثمانية يلا لبعدها نون زائد نون زائد ثمانية تسمى عبارة جبرية صحيح بعدين المسألة اللي بعيدها قال لنا في المسألة اللي بعيدها قال لنا عنده مقارنة العددان الصحيحان موجب ثلاثة وسالب تسعة إذا قارنناهم يقول إن الثلاثة أصغر من سالب تسعة طبعاً خطأ مفترض أكبر في المستوى الإحداثي تقع النقطة سالب ثلاثة وسالب خمسة في الربعة الثالث إذن الإجابة صحية النظير الجمعي للعدد موجب ثمانية هو الصفر لا غير صحيح عكس الإشارة وهو سالب ثمانية إذن خطأ الإجابة في فقرة خمسة بعدها في فقرة ستة عند حل المعادلة ذات الخطوتين ثنين زايد أربعة يساوى عشرة يطلع لنا خمسة نقدر نعوض عنها هل يطلع يحقق لو لا أعوض عن سين ثنين ضرب خمسة عشرة زايد أربعة يطلع أربعة عشرة ما طلعت الإجابة إذن تكون الإجابة خاطئة رقم سبعة إذا كان لدى خالد أربعة دفاتر وستة كتب فإن نسبة الدفاتر للكتب بعد التبصيد اثنين على ثلاثين أيضا صحيح بعدين معدل الوحدة لسباق مسافته خمسين كيلومتر في خمس ساعات هو عشرة كيلومتر لكل ساعة أيضا نعم صحيح إذن فقرة تسعة قال لنا عند التحويل في الوحدات الإنجليزية فإن واحد وعشرين قدم يسولنا سبعة يارد نعرف أنه واحد يارد يسولنا ثلاثة أقدام إذن تكون الإجابة صحيح إذا كان مقياس الرسم لنموذج طائرة واحد سانتمتر لكل سبعة متر فإن نعمل مقياس واحد على سبعة غلط طبعا لازم نحول هنا واحد على سبعة لازم نحول المتر إلى سانتمتر يصر واحد إلى سبعمية إذن الإجابة خاطئة نأخذ الآن السؤال الآخير اختر من القائمة بابي ما يناسب القائمة ألف ثم أضلل في كارت الإجابة المرفق قال لنا تسمى قيم المدخلات في الدالة هذه المدخلات علشان نسميها نسميها في المدخلات نسميها تسمى المدخلات بص الإجابة هو المجال إذن هنا رقم واحد يعني هنا فقرة جيم عند ضرب عدد صحيح موجب بعدد صحيح سالب فإن الناتج يكون عدد صحيح طبعا سالب هنا فقرة ألف هنا رقم اثنين بعدها عند قسمة عددين صحيحين سالبين فإن الناتج يكون عدد صحيح إذن الإجابة فقرة ه إذن هنا موجب إذن نصير لنا الإجابة هنا رقم ثلاثة بعدين من الوحدات الإنجليزية لقياس الكتلة رقم أربعة تكون الإجابة فقرة ب الرطل وهو الرطل من الوحدات المترية لقياس السعة الإجابة فقرة دال وهو اللتر بارك الله فيكم يعطيكم العافية والصحة والسلامة تحيات الأستاذ زكي الشعلة في أمان الله